اشتركوا في القناة ودور عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين كما كان من ضمن المستقبلين عدد من أسرة وأهالي الشهيد ونقل سعادة الفريق الركنذية بن صجر نعيمي رئيس هيئة الأركان عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكية لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله إلى أسرة وأهالي شهيد الواجب الوطني ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين كما وجه سعادة رئيس هيئة الأركان خالص العزاء والمواساة إلى أسر وأهالي شهداء الواجب الوطني ودعواته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر